انت طعف ناصر يعني لعبت مع ناصر؟ اه طبعا لعبت معه في الاهلي بس هو كان اصغر مني يعني بس انا كنا بنتفرج عالماتشوات على طول بتلاعي في ملعب اربعة فهو كان خامة مبشير هباين عليه من ناصر لعبت معه في سموح لعب معايا سنتين في سموح رأي كيف المستوى اللي بقدمه مع الزمالك؟ لا حاجة محترمة طبعا كواليتي اللي هو يعجبك لعيب كورة حريف قوي بيه يعرف يوصلك لبجون بسرعة فالعيب اللعيب اللي هو اللي بيدي الفرقيته قوي ده هو بيلعب معه انت قبتني ناصر مهر واحمد حمدي اهلاوي وانت كنت ممكن تروح الزمالك كنت اهلاوي برضو بس فكرة انا ادي الفرقتي حتى لو مش اتشيرت اللي انا بنتمي ليه رأيك ايه في الفكرة دي تحديدة على ناصر مهر ايه ما هو ده طبيعي معلش مع احترامي انا انت بتلعب كورة اكيد عشان حكتين انت بتستمتع انت لعب كورة حاجة تانية لمقابل المادي مظبوط فانا معلش انا مش بديك مقابل المادي عشان انت تيجي تقولي انا بفكر في النادي الاهلي او بفكر في النادي الزمالك انت لعب جوة دلوقتي انت ما كانك فيه في النادي الزمالك فده طبيعي ان انت تقدي 100% وتبزل اقصى جهد للنادي اللي هو بيصرف عليك النادي اللي هو بيديك مقابل فده طبيعي منك اهلاوك طيب انت ولا ناصر انت صغيرين انا اهلاوية معروف انا عائلت كلها اهلاوية وانا رجل اهلاوية انا فهاش كلام يعني بس هو انا عارف انا عارف ان انت ما بيجي لك فرصة زي دي ما بيسيبهاش ما بيسيبهاش لان هو عايز يعني هو عايز يثبت نادي الزمالك نادي كبير طبعا ونادي اي حد يتمنى يلعب فيه بس انا بقولك فيه عاليات كتير بتاكب بتبقى كده ان هو انا انا عايز امشي من حتة دي لو جالي فرصة نادي الزمالك دي حتى لو انا راجل اهلاوي فبتروح عشان تثبت للناس لا ان انا كنت استحقق بموجود في النادي الاهل كمان ناصر ماشي كانت مشكلته مع موسيمان ان هو الراجل ما كانش مقتنع بيه ان هو الراجل ما كانش بيلعب بس في نادي الزمالك عامل حالة بير طبيعية اشتركوا في القناة